الصيف مصر دايماً ليه طعم مختلف والحقيقة أنه بلدنا ثرية يعني قوتها النعمة العظيمة اللي على مر الأجيال بتزداد وأنه يدخل عليها نوع من أنواع الحداثة هذه يعني الإرث المصري العظيم والإرث العربي العظيم شيء مهم وشيء يلفت أنظار أجيال تانية يمكن ما تكونش بتتابع هذا التراث الغني النهاردة انطلقت أول حفلات مشروع الأسدزة على خشبة المصرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بدأت الحفلة بالفعل النهاردة ساعة 8 ونص والحفلة دا برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لصوت مصر العظيم الجميل النجم الكبير متحد صالح هو بيوحي أولى الحفلات النهاردة والحفلة هيكون فيها يعني مجموعة من الأغاني يمكن ابتد بقولوله للفنان الجميل العندليب الأصمر عبد الحليم الحفلة هيكون فيها مجموعة من الأغاني للتسع ملحنين كبار زي عبد الوهاب والسنباطي وباليخ حمدي ويعني حتكون ليلة حفلة كلها أكيد يعني متعة وإبداع فني عظيم يعني الحقيقة يريد أن نروح مع حضراتكم نشوف أجواء الحفل الموجودة هناك في دار الأوبرا وتفاصيل هذا المشروع العظيم دلوقتي بينضمننا من دار الأوبرا المصرية من أمام المصرح الكبير كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري مساء الخير عليك يا كريم وطبعا يعني مبسوطة أن أنت موجود هناك ويبغتك يا كريم إنقلنا أجواء الحفلة وأجواء الحضور ويعني كل الأجواء الاحتفالية الموجودة داخل دار الأوبرا المصرية بهذا الحفل الكبير مساء الخير يا هدير ومساء الخير على كل مشاهدي برنامج التسعة والقناة الأولى تلفزيون المصري فعلا دايما مصر بيبقى ليها بصمة خاصة وطبع خاص في كل المجالات يمكن الفن من أهم المجالات اللي احنا دايما متصدرين فيه من زمان جدا جدا النهاردة في دار الأوبرا المصرية يعني شاهدنا أكتر من فعالية فعالية خاصة بإنشاء جيل جديد بيسعى دايما إنه هو ينشر الثقافة عن طريق الفن شاهدنا كمان فعاليات بتتكلم عن أرواح مصر زمان وإزاي نقدر نحافظ على الطرف المصري لكن دلوقتي زي ما انت قلت يا هدير فعلا من حفل الأساتذة اللي هو النهاردة بيحيي الفن المصري ولكن بيتم إحياءه عن طريق النجم الكبير متحط صالح بطريقة مويزة برضو مختلفة زي ما قلنا أن مصر دائما لها الريادة فيما يتعلق بالفن وتحديدا كمان الغناء المختلف تكلمتي على عبد الحليم حافظ تكلمتي على أكتر من مش هنقدر نقول بس مغنين لكن هنقدر نقول أنه هم من عظماء الغناء بشكل عام في العالم العربي كمان الحقيقة الحفل النهاردة مش بيعتمد بس على الطبع المصري لا هو النهاردة الفنان الكبير متحط صالح قرر أنه هياخد الحفل في سياق قومي عربي إذا جاز التعبير أنه هو هيتكلم بس عن موسيقى خاصة عربية هيدمج الموسيقى العربية والمصرية سوا هيغني أغاني مش بس بتاعت متحط صالح لأنه هو مش هيغني كمان متحط صالح النهاردة لنفسه لكن هيغني لي المغنيين العرب هيغني لي المغنيين المصريين وهيدمج الموسيقى العربية المصرية والحقيقة أنه فيه إقبال كبير جدا خصويا الفترة اللي فاتت كان حضرنا العديد من الحفلات الحقيقة اللي بتحيي التراث الفني الغنائي سواء في مصر أو حتى في بعض الدول العربية الشقيقة اللي أقامت بعض الحفلات فعلا اللي شارك فيها عدد كبير جدا من النجوم في مصر وخارج مصر وكمان أحيو الأغاني المختلفة إقبال الجامهير النهاردة طبعا مويز لأنه متحط صالح كمان الفنان الكبير لي بصمة الحقيقة أديمة وجديدة بصمة أديمة معنا أنه كل اللي حابب يسترجع ذكرياته الأديمة بيسمع لمتحط صالح اللي حابب كمان دلوقتي يسمعه يطرب لأغانيه بيسمع متحط صالح لكن مبالج بقى لما بيسمعه ده في ظل دمج كبير جدا مع أغاني العظماء زي عبد الحليم حافظ وزي غيره من الموسيقى العربية وكمان هيكون فيه فرصة كبيرة للحابب أنه هو فرصة للشباب بشكل عام أنه هما يعرضوا مواهبهم المختلفة وأنه هما كمان ده يكونوا عن طريق التجديد هما قرروا أنه ده تبقى حملة مختلفة للتجديد التجديد عن طريق التعلم من الماضي وإزاي أنه كان فيه الصدارة الفنية الفن الهادف الغناء الهادف إما غناء متعلق بدغدغة المشاعر سواء كانت عاطفية أو حتى وطنية إزاي أنه هما يقدروا يدمجوا الفن العظيم الأديم وإزاي أنهما يقدروا يطوروا ويطلعوا بيه كمان لفن مبتكر مش بس جده الحقيقة مش بس فن مبتكر وجديد لكن هما عايزين أنه إحنا نقدر ندمج كمان الفن الموجود دلوقتي بنسبة على دلوقتي عن الشباب التيك توك وشباب بعض الأغاني الشعبية المختلفة والكلمات المختلفة قرروا أنهما إزاي يرتقوا ببعض الكلمات الأغاني اللي موجودة في الشارع دلوقتي وإزاي يقدروا يدمجوا ما بين الفن اللي موجود دلوقتي والفن القديم عشان نقدر نحافظ على بين الأجيال ما يبقاش فيه يعني جاب أو حفرة ما بين الأجيال نقدر نصد الفجوة دي عن طريق أنه إحنا ناخد الأغاني دي وناخد كمان الفكر القديم ومع بعض نقدر نطورهم وندمجهم نطلع بفكر جديد مختلف كمان يقدر يسمعوا كل الأجيال كمان كانت أجيال السبعينات الستينات الأربعينات كمان الأجيال الألفنات فيما بعد ذلك هو ده الهدف الحقيقي من الحملة وابتدت النهاردة بالفعل زي ما قلته ساعة تمانية ونص إقبال كبير جدا من الجامعين كمان يمكن الرؤية من ورايا بين الصورة من ورايا الاحتفالات الحقيقة الصورة مبهجة جدا في إقبال كبير جدا من الناس وكله عنده أمل كبير يتبقى خطوة أولى الحقيقة لي التطوير وخطوة أولى لأنهم يرجعوا الفن الهادف وتحديدا من مصر أصل وعراقة الفن الأصيل صحيح يا كريم يعني حقيقة الأجواء عظيمة والصورة خير دليل من وراك وأكيد عشان نشوف حفلة بالعظمة دي كان هناك الاستعداد يعني كبير جدا من قبل كل القائمين على الحفلة ويمكن كان هناك صور على مواقع التواصل الاجتماعي وهم صهرانين بنشوف المايسترو مع الفنان الكبير متحد صالح هم شغالين بنفسهم وقفين على كل التفاصيل وعلشان نشوف مسألة أنه ندمج شكل جديد للألحان أو يعني ادخال الحداثة زي ما بيقولوا على الألحان القديمة مع الحفاظ على البناء الأساسي والمقامات للألحان أكيد مجهود كبير حتى في التحضيرات والإضاءة على المسرح أكيد كان مجهود كبير يعني هل تحدثت مع يعني أحد القائمين على الحفلة وانت هناك يعني اقتربت أكتر من موضوع الاستعدادات الحقيقة أنه الاستعدادات كانت يعني جاهزة من فترة كبيرة النهاردة كان فقط الإطلاق الأول إذا جاز التعبير لهذا الاحتفال الموضوع مش متعلق باستعداد خاصة بيوم واحد بس يهدير أو استعداد حفل واحد بس لكن الاستعداد سبقها شهور كتيرة جدا من التحضيرات شهور من التفكير شهور من يعني فكرة اختيار كمان الوجوه واختيار الرموز اللي هتشارك في هذه الفكرة اللي هتقدر من خلالها أنها تدمج زي ما قلتي الفن الأديم والفن الجديد مع الحفاظ على البناء الأساسي وهو طبعا الفن المصري العريق ولكن الحقيقة الاستعدادات واضحة من اللي هشايفينه بعينينا أكتر من ما شوفنا الكواليس لكن شايفين كمان بعينينا استعدادات كبيرة جدا الحقيقة أنه دور الأوبرا دايما نتفرج على المسرحات والاحتفالات في المسرح الكبير أو المسرح الصغير نهاردة الاستعدادات الخاصة بالاحتفال من خارج أبواب الأوبرا من أول أبواب الأوبرا دخولا لبداية من مركز الهناجر اللي عارف الأوبرا تقدر من خلاله يبتدي يشوف الإضاءات اللي موجودة يبتدي يشوف تجهيز الأوبرا وتجهيز المسرح الكبير لاستقبال الحقيقة المواطنين اللي هيجوا المواطنين دول موجودين الحقيقة مصريين وغير مصريين موجودين مش بس كده كمان الاستعدادات الخاص بالحفل نفسه والاستعدادات الفنية القائمين على الاحتفال عامل موجود كبير جدا خصوصا أنه الصورة زي ما قلنا هي هتنقل صورة مصرية عربية بتتوجه لجميع الأجيال بتتوجه لجميع الأعمار فطبعا مزيج من الصعب الوصول لي ولكن مع ذلك تم إطلاق النهاردة الخطوة الأولى الحقيقة مش بس كده التجهيزات والاستعدادات مش بس خاصة بما قبل الاحتفال أو حتى باستعداد الإضاءة أو استعداد التجهيزات لكن كمان الاستعداد كانت خاصة بالأفكار إزاي النهاردة أن هما يقدروا يخرجوا من الصياق المعتاد عليه وأن هما يطلعوا بأفكار مختلفة للأغاني يطلعوا بأفكار مختلفة أن الموسيقى التي ستكون موجودة النهاردة هي في الأساس موسيقى عربية وقال أنه بما أن المصر كانت المصدر الأساسي للموسيقى والفن ستكون مبنية على أساس مصري ويقدر أنه يطلع من هذه الموسيقى العربية بأفكار جديدة يدمجها موسيقى مصرية عربية ده كان المجهود الأكبر والأصعب اللي هما يقدروا يخذوا فيه الخطوة الأولى النهاردة صحيح كريم عشان نشوف النهاردة هذا الفن وهذا الإبداع بنشكر كل القائمين على هذا المشروع ودكتور داغر وبنشكر شركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنه ده بيعرض على الهواء مباشرة على قناة الحياة تقدروا تستمتعوا بهذه الحفل وبشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرس وكل طاقم العمل معاك هناك في دار الأوبرا المصرية